هي عادتنا ولا نشتريها طول عمرنا الحقيقة في تصفيات كاس العالم بالذات مش عارف ليه يعني في أمم أفريقيا دايما وانت داخل أي بطولة أمم أفريقيا كالمنتخب كويس كالمنتخب وحش حاسس انك ممكن تنافس يعني ممكن توصل انك انت تحقق اللقاء بقى وعلى قالتها عن مشوار كويس لكن دايما في تصفيات كاس العالم مش عارف ليه احنا معاعدين على نفسنا ودايما فيه مطشاط في كل تصفيات تبقى شيء الهمها وحسب حساباتها تبقى مرة مع تونس تبقى مرة مع الجزائر تبقى مرة على السنغال فيبقى منطقي انك تشيلها معها وتحسب حساباتها وتقول هنعدي ولا مش هنعدي لكن المرة دي مع ليبيا مع كامل التقدير والاحترام طبعا على الشقاء في ليبيا ده شيء يحسب ليهم ان هم وصلوا وحطوا نفسهم في المكانة دي ومش عارف ده يعني تحسن لمستوى ليبيا ولا تراجع لمستوى مصر كان الله في عون المنتخب والجهاز الفني واللعبين وقبل منهم الحقيقة الجمهور عاملين حساب لليبيا قوي ولا مفترض ان احنا نتعامل من موقف التاريخ والبطولات والرصيد ده هيكون سؤالي الاول اللي ضفنا النهاردة في سادسة كابتن محمد حشيش اللي بيشرفنا وينورنا ازاك يا محمد هو المفروض ان احنا واحنا راحين نلعب ليبيا الراح جاي نبقى القلين قوي كده وخايفين قوي كده وحسبين الحسابات ولا طبيعي جدا انه مصر تقدر تكسب المباراتين رايح جاي شوف يعني يعني بطبيعة الحال ووضع مصر وبتاريخ مصر والاهم من ده كله اللعيبة اللي موجودين ايا كان اللي موجودين في المنتخب الحالي المفروض ان مصر ما تخافش من اي فرقة اي فرقة دي كبيرة شواء لا والله صدقني مش كبيرة بس احنا اللي حطينا نفسنا في الحتة دي يعني احنا اللي وصلنا نفسنا للحتة دي احنا مشكلتنا كمان دلوقتي ان انت لو تلاحظ احنا بديجي مع الفرق القليلة هي اللي بتعصلك معنا وهي اللي بتحطنا في موقف صعبة لايبيري عملتها معنا قبل كده مرة اكتر من مرة في اكتر من تصفيات احنا احنا دخلنا كاس العالم كم مرة هم تلات مرات انا شفت مرتين بس بالزبط كده انا شوفت تالتة دي فاحنا حطينا نفسنا في المجموعة اللعيبة اللي موجودين الدور المصري القوي اللي موجود المفروض انه انه ان منتخب مصر يبقى على مستوى عالي دلوقتي في لعيبة كمان عندنا محترفة كتير غير الاول يعني الاول كان يمكن واحد بالكتير اول اللي يكون موجود وبرضه ملوش التأثير برا الكبير دلوقتي عندنا لعيبة محترفة كتير وعلى رسوم طبعا محمد صلاح كفاية وجود محمد صلاح في المنتخب المصري لان الناس بتقول كفاية وجود محمد صلاح في ليفربول فما بالك بقى احنا عندنا في منتخب مصر اللي بيقابل فرق في مجموعة زي ليبيا وانجولا والجابون انا شايف ان احنا مضخمين الموضوع شوية بالنسبة لمباراة ليبيا طيب